اشتركوا في القناة تحت ضغط تهديدات عودة العالم للشلل الاقتصادي في ظل زحف الموجة الجديدة لفيروس كورونا تترنح أسعار الذهب الأسود منهية تداولات أسبوعية متقلبة على وقع خسارة في المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وضع وباء هاش أعاد سيناريوهات فرض الإغلاق الشامل للواجهة بشروع أولى الدول الأوروبية على غرار النمسا في تطبيق إجراءات العزل العام خيار جدري بتبعات اقتصادية باهضة وتداعيات محتملة على أسواق النفط التي تهدد بنسف انتعاش أسعار النفط على خلفية عودة تخمة المعروض للسوق بتوقف عجلة نشاط الاقتصادي العالمي مخاوف خيمت سريعا على أسواق النفط العالمية بتراجع سعر خام برانت القياسي العالمي إلى أدنى مستوى لها منذ مطلع أكتوبر الماضي بفقدان مزيج بحر الشمال نحو 4% من قيمتها في تداولات الجمعة لتصل إلى 78.39 دولار للبرميلة في حين تم تداول خام تكساس الوسيل للقياس الأمريكي عند 76 دولارا للبرميلة بخسارة تجاوزت أكثر من 3% ما يعادل أربعة دولارات في جلسة تداول واحدة تهديدات تتزامن مع مساعي كبريات اقتصاديات العالم لسحب مخزوناتها الاستراتيجية من الخام لتهديئة أسعار الطاقة في تحرك منسق تقوده واشنطن ضمن محاولة إدارة بايدن احتواء الارتفاع القياسي في أسعار البنزينة في الولايات المتحدة الأمريكية تدرس واشنطن إن كان يتطرح 60 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية لمجابهة ارتفاع الطلب على النفط الأحفوري كمية تبقى ضئيلة بالنظر الاحتياطات المتاحة أمام الإدارة الأمريكية في حالة تمسكها بخيار المواجهة ضد أوباك بلاس تفاصيل أكثر في هذا التقرير لزاملة ناريمان حماني ثلاثة أيام عن ترسيم الرئيس الأمريكي جو بايدن توجهه لضخ مزيد من المعروض النفطي بالاستعانة بالاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية من الخام لرابع مرة في تاريخ بلاد العم صام خطة قاطن البيت الأبيض بدأت تتضح بكشف وسائل الإعلام الأمريكية عن تفاصيل تتضمن نية واشنطن طرح ما يقارب 60 مليون برميل من النفط في السوق ما يمثل ثلاثة أيام من الاستهلاك الأمريكي من الخام كميات تبقى ضئيلة بالنظر للاحتياطات المتاحة أمام الإدارة الأمريكية في حالة تمسكها بخيار المواجهة ضد أوبيك بلاس التي تعادل أزيد من 600 مليون برميل ما يمثل استقلالية نفطية لمدة 30 يوماً غير أن تركيبة المخزونات الاستراتيجية التي تتشكل أغلبيتها من الخامات الثقيلة من شأنها أن تمثل عائقاً أمام تحقيق الغاية التي يصب إليها بايدن بالنظر إلى صعوبة تصفية الخام الثقيل والإجهاد الطاقوي المطلوب لتكريره ما يشكل عامل عبء بدل الخلاص من أزمة أسعار الوقود التي تعصف بأكبر اقتصاديات العالم أدت إلى زيادات قياسية في معدلات التضخم لأعلى مستوى لها منذ 30 عاماً رفعت شركة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية أعداد حفارة النفط والغاز العاملة للأسبوع الرابع على التوالي مع مخاوف الاستمرار لصعود أسعار النفط لأعلى مستوى له في سبع سنوات وبحسب وكالة ريتلس قالت شركة بيكرهيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي إن عدد حفارة النفط والغاز هو مؤشر على زيادة الانتاج في المستقبل ورفعت الشركة عدد حفارات النفط إلى 461 و122 حفارة تغاز رفضت لهن طلباً أمريكياً لتحرير كميات من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام ضمن مسعى واشنطن لخفض أسعار الذهب الأسود خطوة ثالث أكبر مستهلك ومستورد للخام في العالم من شأنها كبح جماح الرئيس الأمريكي جو بايدن في حربه المعلنة ضد تحالف أوباك بلاس ساعات عن شأن بايدن فعلياً حربه ضد تحالف أوباك بلاس الهندو توجه صفحة للولايات المتحدة الأمريكية برفضها طلب واشنطن للنظر في إمكانية تحرير كميات من احتياطاتها الاستراتيجية من الخام لبيعها في السوق العالمية خطوة سارعة نيو ديلهي لتبريرها على لسان وزرها للنفط والغاز بدواعي سيادية مرتبطة بجدوى تشكيل البلاد ثالث أكبر مخزون استراتيجي من الخام في العالم لم تكن احتياطيات النفط الاستراتيجية مخصصة لمثل هذا الوضع بتاتاً لقد تم تكوين احتياطياتنا النفطية لاستخدامها في حالة الظروف القاهرة الكوارث الطبيعية أو الحرب أو في حال توقف توريد هذه المادة الخام رفض نيو ديلهي من شأنه أن يعيد سياسة إدارة البيت الأبيض في مواجهة تحالف أوبك بلاس للمربع الأول بالنظر للثقل الطاقوي الذي تمثله الهند عالمياً كونها ثالث أكبر مستهلك ومستورد للذهب الأسود بنحو خمسة ملايين برميل يومياً ما مكنها من تكوين ثالث أكبر مخزون استراتيجي من الخام عبر المعمورة خلال العقد الأخير وعكس التوجه الهندي استجابت الصين سريعاً للطلب الأمريكي بشروعها في ضخ جزء من احتياطاتها النفطية في السوق العالمية دون الكشف عن تفاصيل العملية في مسعى نادر للتوافق على محور بيكين واشنطن وعلى ذلك النحو تتجه كوريا الجنوبية واليابان في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المتحددة الأطراف داخل البيت الأوروبي ضمن القمة المرتقبة لزعامة الاتحاد المزمعة عقادها في الثاني والثالث ديسمبر المقبل بالتزامن مع اجتماع حاسم آخر لتحالف أوبيك بلس في شأن طاقوياً آخر حققت الجزائر طفرة في صديراتها من الغاز الطبيعي المميع بتجاوزها حاجز المليوني ونصف مليون طن خلال الربع الثالث من السنة الجارية وتوقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبيترول استمرار هذا النمو خلال الربع الأخير من السنة الجارية تقرير في السياق لناريمان حموني بعد عامين من التراجع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع تعود إلى منحها التصاعدي بتسجيل ارتفاع قياسي خلال الربع الثالث من السنة الجارية وملامسات صادرات البلاد مليوني ونصف مليون طن بزيادة قدرها مئة ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي بنمو تجاوز ستة في المئة بالمقارنة بين الفترتين منظمة الأقطار العربية المصدرة للبيترول أوبيك ذكرت أن الطفرة التي تشهدها الجزائر مبررة بفعل استئناف تصدير منشأة تميع الغاز في سكيكدا خلال شهري أوت وسبتمبر بكميات ناهزة نصف مليون طن بينما تم تصدير الكمية المتبقية انطلاقا من منشآت تميع الغاز في أرزيو المنظمة الإقليمية وفي تقريرها المعنوني تطورات الغاز الطبيعي المميع والهيدروجين خلال الربع الثالث من العام الجاري توقعت أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المميع من الجزائر نموا خلال الربع الأخير من السنة الجارية ضمن عام كانت فيه صادرات الأقطار العربية من الغاز المميع استثنائية خلال الربع الأول والثاني ارتفعت قيمة صادرات الجزائر خلال الخارج المحروقات أقول تلامس أربعة ملاير دولار منذ بداية السنة الجارية لأول مرة في تاريخ البلاد وذكر الوزير الأول ووزير المالية أيمن من عبد الرحمن في جلسة الغرفة العليا للبرلمان الجزائري أن صادرات بلاد غير النفطية تجاوزت لأول مرة عتبت الأربعة ملاير دولار خلال الفاتح جنفي إلى غاية الأسبوع الماضي وكانت صادرات الجزائر خارج المحروقات تجاوزت الملياري دولار بنهاية النصف الأول من السنة الجارية تعتزم الجزائر تحويل مطار الجزائر الدولي إلى مركز عبور إقليمي للمسافرين من وإلى إفريقيا قطبا للرحلات الجوية الدولية ووزارة النقل الجزائرية في بيان صدر في ختام اجتماع تنسيقي مع شركات طيارات المحلية كشفت عن دراسة إمكانية استغلال خطوط جديدة نحو بلدان إفريقية وتحويل مطار الجزائر الدولي لنقطة عبور لمسافرين الأفارقة نحو مختلف الوجهات الدولية بطاقة معالجة تفوق عشرين مليون مسافر ما يضع مطار هواري بومديان ضمن أحد أكبر المنشآت إفريقيا أعلنت النمسا مسل للجمعة العودة لفرض الإغلاق الشامل لكبح تفشي فيروس كورونا في إجراء يعاكس توجه عالميا لتجنب الحجر الصحي التام بالنظر لتكلفة الاقتصادية الباهضة تقاوم الكثير من الدول للموجة الجديدة من الجائحة بحلول صحية دون إقرار الغلق الشامل لتفادي تعمق الخسائل الاقتصادية والمالية تتفاقم الوضعية الوبائية منذرة العالمة بموجة جديدة من تفشي وباء كورونا لتحيي من جديد كابوساً اقتصادياً للكثير من بلدان العالم مع توجه بعض الحكومات لدراسة إمكانية العودة لسيناريو الإغلاق الشامل خيار يبقى رهينة تحقيق التوازن بين كبح تفشي الفيروس دون الإضرار بالاقتصاد المتضرر أصلاً بفعل عامين من الشلل وهنا تقف الكثير من الدول على حافة المغامرة بضمان استمرار النشاط الاقتصادي والخدمات مهما كلفها الثمن على الصعيد الوبائية من سنغفورة للولايات المتحدة الأمريكية مروراً بالشرق الأوسط وأوروبا تتعدد حدة عودة الفيروس وتختلف استراتيجيات المواجهة لكنها تتقاطع عند ضرورة صيانة العجلة الاقتصادية دون الذهاب نحو الإغلاق الكلية في وقت فضلت دول أوروبية كثيرة اللجوء نحو فرض الحجر الصحي على غير الملاقحين عادت أخرى احتمال العودة لتطبيق نظام عملي عن بعد وبين الاحتمالين تتجه ألمانيا لتبني استراتيجية المواجهة السريعة للحد من تفشي الفيروس دون وقف الحركية التجارية والصناعية في أكبر اقتصاديات أوروبا نحن بحاجة إلى مزيد من اختبارات الكشف عن الفيروس والمزيد من اللقاحات وعلينا تتبع حالات العدوى لا يجب أن نسعى إلى الإغلاق تحت شعار الاقتصاد أولاً الإغلاق لن يكون ملاذ الحكومات في مجبهة الفيروس الداهم في مستهل موسم الشتاء فالتجربة عبر عامين من الجائحة علمت الدول والشعوب أن تكلفة شل الاقتصاد أحمق بكثير من تبعات الفيروس رفعت الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية من استثماراتها لأكثر من 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 وبلغ الإنفاق الرأس مالي 336 الشركة 124 تريليون ووان أي ما يعادل 115 مليار دولار أمريكي ورغم جائحة كورونا رفعت الشركات في قطاع المعلومات والتكنولوجيا والإلكترونيات استثماراتها في المرافق بأكثر من 12 تريليون ووان كوري جنوبي على الرغم من أن بيتكوين ما زالت تكافح لمعاودة الاستقرار فوق عتبة 60 ألف دولار بعد انهيار الثلاثاء إلى أن 5 عملات رقمية سجلت زيادات قياسية في مستهل تعاملاتها أمس الجمعة من أصل 8 ألاف عملة افتراضية تعجبها منصات التداول عبر العالم البيتكوين الإثريوم بنانس وريبل تعددت الأسماء لثورة واحدة تحت مسمى العمولات الرقمية التي اجتاحت العالم الافتراضي وغيرت جذريا من مفهوم التداول النقدي في الأسواق الدولية خمس سنوات منذ ظهور أول عملة مشفرة كانت كافية لأن تحدث البيتكوين أشهر عملة رقمية حالة الهوس العالمية في استقطاب الشباب والشركات العالمية وحتى الدول لدخول عالم تداول العمولات المشفرة هوس يغذيه تجاوز سعر العملة الرقمية من فئة البيتكوين الحد الأقصى التاريخية مرة أخرى بتجاوزه حاجز 68 ألف دولار بارتفاع لامس 5% خلال جلسة التداول الثلاثاء المصارم قبل أن يتراجع بشكل طفيف خلال اليومين الماضيين هوس دفع بالكثير من الدول للكشف عن نواياها لإطلاق عمولات سيادية افتراضية على غرار إنجليترا التي كشف بنكها المركزي عن مشاورات مع وزارة الخزينة لبحث إمكانية تجشين عملة المصرف المركزي البريطاني الرقمية وكذلك فعلت روسيا التي دخلت مرحلة اللمسات الأخيرة لإطلاق عملة السيادة المشفرة ولم تشفع تحضير الكثير من الدول من مخاطر التعامل بنحو ثماني آلاف عملة رقمية عبر العالم الافتراضي من إقبال الشباب والمؤسسات والبنوك وصناديق الاستثمار في تداول العمولات المشفرة في مسعى لتنويع محفظة استثماراتهم وتحقيق الربح السريع تحذيرات بلغت درجة حظر التعامل بهكذا عمولات في عديد الدول على غرار الصين التي شنت حربا ضد منصات تداولها داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم وعلى نفس التوجه ذهبت أندونيسيا أكبر اقتصاد إسلامي في العالم حينما لجأت لتحريم التعامل بالعمولات المشفرة آخر تقرير في نشرة الاقتصادية في أمن الله اشتركوا في القناة